حدثنا سريج بن النعماني حدثني أوص بن عبد الله أبو مقاتل الصلولي قال حدثني بريد بن أبي مريم عن أبيه مالك بن ربيعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم أغفر للمحلقين قال يقول رجل من القوم والمقصرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو في الربيعة والمقصرين ثم قال وأنا يومئذ محلوق الرأس فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم أو خطرا عظيما